والتأكيد بل التشديد على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية لقية ترحيبا كبيرا من الحركة النسائية المغربية والجمعية المهتمة بقضايا المرأة نتابع رضود فعل عدد من الباحثين والفعالين الجمعويين في روبرتاج ناديا أحتى ويوسف لطفي النهوض بوضعية المرأة يستدعي تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحسين الآليات والتشريعات الوطنية هذا ما أكده جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي حيث اعتبر أن مدونة الأسرة أصبحت غير كافية لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق في الحقيقة جاء منساجم مع المطالب الحركة النسائية بخصوص تغيير الشامل المدونة الأسرة وعتبر المدونة بإلا هو حاليا هي متجاوزة وفيها مجموعة هذه التغارات وفيها تحقق العدل وإنصاب الخطاب الملكي تحدث عن الشق المتعلق بمدونة الأسرة ومراجعتها حتى تتلائم مع المتغيرات التي تعرفها المدونة وهي تضمن حقوق المرأة والرجل على حد سواء من أجل ضمان تماسك الأسرة ورعاية الأطفال في ظروف مناسبة وبصفته أميرا للمؤمنين أكد جلالة الملك أنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله لسيما في المسائل التي تؤثرها نصوص قرآنية قطعية النقاش المجتمعي الذي يدور حول المساواة في الإرث إنما تتعلق بإحكام قرآنية قطعية كما جاء في الخطاب السامي وبالتالي أن المرأة لها ميناء الحقوق في إطار الشرع وفي إطار الدين السمح وتمكن المرأة من حقوقها يؤكد جلالة الملك أن يكون على حساب الرجل ولا المرأة لأن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة وبمشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية